موسيقى أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية قرر مجلس الوزراء في جلسة التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشار الخصاونة الموافقة على أسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الزكا لسنة 2024 وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول ويأتي مشروع النظام لغاية مواكبة التطور في أعمال الصندوق بما ينسجم مع الواقع العملي والمعالجة بعض الاختلالات الإدارية القائمة وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق الاستثمار لجامعة اليارموك لسنة 2024 وذلك بهدف موأمته مع القوانين وتشريعات الحديثة النظمة لعمل الجامعات الرسمية على صعيدا آخر اطلع مجلس الوزراء على التقرير الدوري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين حول الإجراءات والتدابير المتخدة للحد من ارتفاع أسعار السلع وضمان وفرة المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية حيث أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين أن الأسعار في الأسواق مستقرة والسلع متوافرة بكميات آمنة قال وزير الطاقة والثروة المعدنية دكتور صالح الخرابش أنه تم مخاطبة الجانب العراقي لتجديد مذكر التفاهم استيراد النفط الخام من الجانب العراقي وأكد الخرابش أن عملية استيراد النفط الخام العراقي تأتي تمفيدا لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومة الأردنية وحكومة العراق خلال العام الماضي مشيرا إلى أنه تم إجراء مباحثات لزيادة كميات النفط والتوصل إلى توافق مشترك لزيادة كميات النفط الخام العراقي حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على زيادة كميات النفط الخام التي يتم تصدرها للأردن من 10 ألاف برميل يوميا لتصبح 15 ألف برميل يوميا وذلك اعتبارا من شهر آب للعام 2023 وبنفس الشروط التعاقدية وتم اتخاذ كافة الترتيبات لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق إلى مصفات البترول الأردنية افتتحت في عمان أعمال الورشة التدريبية الخاصة بترخيص ومتابعة دور الحضانة هذا وأكدت وزيرات التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أنه تم إدراج قطاع الحضانات كواحد من قطاعات الحماية الاجتماعية والذي يعتبر من أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي ويسهم في انتقال النساء العاملات من قطاع العمل غير المنظم إلى العمل المنظم وشددت وزيرة التنمية الاجتماعية على ضرورة تدليل العقبات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء الحضانات وضرورة مراعاة المدد القانونية الواردة والأنظمة والتعليمات لدينا برنامج كامل مع البنك الدولي تحت مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة هذا البرنامج بيقوده كمان الدكتور أحمد أبو حيدر في الوزارة وهذا البرنامج مرتبط بمنح مالية ومساعدات يتم تقديمها حتى أنه نحفز ونشجع على إنشاء الحضانات لأنه بدون وجود أماكن آمنة وصحية للأطفال من الصعب أنه نقدر نفتح فرص عمل حقيقية للنساء ورح يظل في عنا عائق أمام إشراك النساء في سوق العمل ورفع مشاركتهم الاقتصادية بدي إياكم تحفزوا الخطأ وتشدوا كمان في موضوع تسجيل الحضانات لأنه بحسب كمان الدراسة اللي عملت مع البنك الدولي والآي أفسي بإحنا بنقدر ننشئ والأردن يحتاج إلى أربعين ألف حضانة وهذا بحد ذاته فرصة كبيرة للتشغيل ولفتح الكثير من الوظائف في اقتصاد الرعاية أطلقت الجامعة الهشمية مشروع إنشاء المركز العالمي للتغير المناخي وأنظمة المياه والطاقة والغداء والصحة والذي تنظمه بالتعاون مع المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة وبالتعاون مع جامعات أردنية وأمريكية وقال رئيس الجامعة الهشمية الدكتور خالد الحياري إن المشروع يشكل مبادرة عالمية مكونة من شبكة من العلماء يمثلون نخبة الجامعات الأمريكية والأردنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة موضحا أن المشروع يمثل نموذجا للشراكات البحثية والأكاديمية الدولية إذ يسعى لإنشاء مركز افتراضي يعد الأول من نوعه في المنطقة هذا المركز هو حصيلة تعاون بحثي بين جامعات أردنية الجامعة الهاشمية الجامعة الأردنية مع جامعات أمريكية ومنظمات المجتمع المدني وهو يهدف إلى دراسة تأثير التغيرات المناخية على الصحة وهذا المشروع هو حصيلة جهد بحثي وسيتم دراسة هذا الموضوع في مدينة المفرق وإلى عالم المال والأعمال ومن بورسة عمان حيث بلغ حجم التداول الجمالي لهذا اليوم حوالي أربعة ملايين ونصر مليون دينار وعدد الأسهم متداولة قاربت على أربعة ملايين سهم نفذت من خلال 2785 عقدا أما عن سياة الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام ليصل إلى 2426 نقطة من خفاض النسبة هو أربعة بالمئة بالمئة وبمقارنة أسعى الإغلاق للشركات الموتدة والأسهم ولهذا اليوم والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد اضهرت 26 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها كما اضهرت 36 شركة خفاضا في أسعار أسهمها وإلى المادن الأصفر حيث ارتفعت أسعار الدهب لتصل إلى 2411 دولار للأنصة وفيما يلي أسعار الدهب بالدينار الأردني كما هي متداولة في السوق المحلي نبدأ من جرام الدهب عيار 24 وصال 56.30 وننتقل إلى جرام الدهب عيار 21 وصال 48.80 وخيراً جرام الدهب عيار 18 وصل إلى 43.70 أعزائي مشاهدين أسعار الدهب دنيا شركة اقتصادية شكرا تابعتكم وعودا بكم إلى نور لمتابعة ما تبقى من أخبار اشتركوا في القناة